تتعدد أوجه النفوذ الإيراني في العراق منذ تأسيس النظام السياسي الطائفي على أيدي الاحتلال الأمريكي عام 2003 فمن النفوذ السياسي إلى العسكري والأمني إلى النفوذ الاقتصادي الذي حول العراق إلى حديقة خلفية للنظام الإيراني يستنزف خيراتها دون أدنى التفات لمصالح العراقيين لسيما أن حكام المنطقة الخضراء في بغداد يدينون بالولاء لإيران ونظامها الحاكم إحدى صور نفوذ الإيراني المصحوب بالفساد تتجلى في شركة كثران الإيرانية التي تستحوذ على أهم المشاريع الخدمية في محافظة البصرة ومنها مشروع الصرف الصحي ورصف الشوارع في أكثر مناطق المحافظة وبحسب أهالي منطقة البراضعية فقد تسلمت الشركة الإيرانية أعمال الصرف الصحي بالمنطقة قبل أربع سنين مقابل ثمانية عشر مليار دينار إلا أن الشوارع البراضعية تحولت خلال هذه المدة إلى مستنقعات ماء راكدة باتت تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين بالطبع يطالب المتظاهرون في البصرة بطرد شركة كثران من المحافظة لأنها ليست فقط شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع بل إنها متهمة كذلك بالتدخل في عمل مجلس المحافظة ما يؤكد أنها تمثل وجهة للنفوذ الإيراني في العراق البصريون يتهمنا الشركة كذلك بالاستحواذ على عدد من المشاريع بدعم من وزير سابق في حكومة بغداد الأمر الذي يدخل الشركة خانة الصراع السياسي في المدينة بسبب كونها محسوبة على جهة سياسية معينة وفي ظل تصاعد الحراك الثوري في البصرة وغيرها من محافظات العراق بات المتظاهرون في المحافظة لا يطالبون فقط بإنهاء كل صور النفوذ الإيراني في البلاد بل وإنهاء سيطرة الأحزاب السياسية المولية لإيران على مقاليد السلطة في العراق ليحكم العراق عراقيون وطنيون يخدمون بلادهم ولا يعملون لصالح أجندات خارجية شرقية كانت أو غربية